السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلاب الكرام طلاب رياض ومدارس الوطن العربي كيف حالكم يا أبطال دمتم بخير وسلامة وصحة جيدة إن شاء الله واليوم سوف نبدأ بوحدة البيئة بعدما انتهينا من وحدة الصوت في مادة العلوم وحدة البيئة وحدة ممتعة وجميلة وسوف نتعرف عليها بشكل سهل وبسيط وممتع والآن أريد منكم أن تنظروا جيدا إلى هذه الصورة وأخبروني ماذا تشاهدوا في هذه الصورة الجميلة أحسنتم نشاهد الأجار ثم نشاهد الحيوانات الطيور المياه أحسنتم الأسماك أحسنتم رائعين خشب أحسنتم ممتاز انظروا يا ثاني إلى هذه الصورة هذه الصورة تجمع كائنات حية وكائنات غير حية ما المقصود في الكائنات الحية؟ الكائنات الحية هي التي تتنفس وتحتاج إلى الطعام وتحتاج إلى الشراب وتكبر وتنمو مثل الحيوانات تكون صغيرة ثم تأكل طعامها وشرابها وتكبر أحسنتم ومثل ماذا أيضا؟ الإنسان أحسنتم إذن الإنسان أيضا كائن يحتاج إلى الهواء والطعام والشرب وينمو جسده ويكبر أحسنتم انظروا أيضا ماذا يوجد هنا؟ النباتات النباتات يا ثاني هل هي كائنات حية؟ كائنات حية أي إنها تحتاج إلى المياه تحتاج إلى الهواء أحسنتم رائعين كما تعلمنا سابقا أن النباتات تحتاج حتى تنمو الماء والهواء والضوء فإذن هي كائنات حية أو غير حية؟ أحسنتم كائنات حية فهي مثل باقي الكائنات تتنفس وتشرب تحتاج إلى الهواء إن لم نسقها ماء تموت إذن هي من الكائنات الحية ولكن انظروا إلى الشمس هل هي كائنات حية؟ أم كائنات غير حية؟ برأيكم يا ثاني الشمس كائنات غير حية هي كائن غير حي الشمس هل تحتاج إلى الهواء؟ هل تحتاج إلى الطعام والشراب؟ لا إذن هي كائن غير حي أحسنتم المياه هنا انظروا إلى النار نحن نحتاج إلى المياه ولكن هذا النار هل يحتاج إلى الهواء حتى يتنفس؟ هل يحتاج إلى الطعام والشراب؟ كلا إذن هو كائن غير حي إذن الفرق بين الكائنات الحية والكائنات الغير حية أن الكائنات الحية تحتاج إلى طعام وهواء وشراب وتكبر وتنمو أما الكائنات الغير حية فهي لا تحتاج إلى ما ذكرناه من طعام وهواء انظروا إلى هذا الخشب هل هذا كائن حي؟ هل هو يتنفس؟ لا إذن هو كائن غير حي يعتبر جماد أحسنتم إذن البيئة يا ثاني هو عبارة عن مكان هذا مكان يجتمع فيه كائنات حية وكائنات غير حية انظروا جيدا إذن ما هي البيئة؟ مكان استنتجوا معي مكان ماذا يوجد في هذا المكان؟ كائنات حية مثل الغزال مثل الأسماك مثل الطيور مثل الأشجار ويوجد فيه كائنات أيضا غير حية مثل المياه مثل التربة مثل الخشب والصخور ومثل الضوء أحسنتم إذن ماذا نستنتج؟ نستنتج أن البيئة هي مكان فيه كائنات حية وكائنات غير حية أحسنتم إذن البيئة ثاني كما تعلمنا سابقا في الصورة السابقة يوجد فيها كائنات حية وكائنات غير حية عناصر غير حية أي كائنات غير حية الكائنات الحية كل ما الفرق بينها وبين الكائنات الغير حية الكائنات الحية تنمو وتكبر وتحتاج إلى الهواء والطعام وإلى غير ذلك أما العناصر الغير حية الكائنات الغير حية فهي لا تحتاج إلى الهواء لتتنفس ولا لطعام ولا لشراب انظروا إلى الكائنات الحية مثل ماذا؟ هيا اذكروا معي إنسان حيوان نبات إذن ما هي الكائنات الحية في البيئة؟ إنسان حيوان نبات أحسنتم والكائنات الغير حية في البيئة مثل ماذا؟ الصخور أحسنتم التربة أحسنتم أيضا ماء رائعين وأيضا الهواء أحسنتم وضوء الشمس إذن الهواء أيضا هو هواء لا يكبر لا يحتاج إلى طعام وغير ذلك إذن هي عناصر غير حية إذن ما هي البيئة؟ هي عبارة عن مكان يوجد فيه كائنات حية ويوجد فيه كائنات غير حية كائنات غير حية للبيئة مثل ماذا؟ انظروا أيضا عددوا معي الماء الهواء الحرارة أحسنتم والتربة وضوء إذن هيا نردد معا كي نحفظها المكونات الغير حية للبيئة أذكروا لي مكونات غير حية في البيئة يلا هيا أذكروا أحسنتم ما هواء حرارة تربة ضوء والآن شاهدوا معي هذه الصورة يوجد فيها كائنات حية ويوجد فيها كائنات غير حية سوف نأخذ أكم مثال معا ثم أدعك أنت تحل الباقي انظر الكرة برأيكم هي كائنات حية أم أشياء غير حية الكرة أحسنتم غير حية لماذا الكرة غير حية لأنها لا تحتاج إلى الهواء لا تحتاج إلى طعام لا تحتاج إلى شراب أحسنتم انظروا إلى الفراشة كائنات حية أم غير حية الفراشة أحسنتم كائنات حية انظروا إلى هذه اللعبة هل هي كائنات حية أم غير حية؟ أحسنتم إذن هي كائنات غير حية والآن إذن في درسنا الجديد درس البيئة تعرفنا على مفهوم البيئة تعرفنا على ماذا؟ مفهوم البيئة ما هي البيئة؟ هي المكان هي عبارة عن أي مكان ويوجد فيه من مكونات حية وغير حية ماذا يوجد في هذا المكان؟ مكونات حية ومكونات غير حية أحسنتم مثل ماذا المكونات الحية؟ هي الكائنات الموجودة في البيئة مثل الحيوانات والنباتات والإنسان أما المكونات الغير حية مثل ماذا؟ الماء، الهواء، التراب والصخور سوف أعطيكم مثال وتقولوا لي هذا ممكن أن أقول عنه بيئة أم غير بيئة الغرفة الصفية هل هي بيئة أم غير بيئة؟ أطلق عليها مفهوم البيئة أم لا؟ أحسنتم إذن هي بيئة لأنها يوجد في هذه الغرفة مكونات حية ومكونات غير حية مثل ماذا في الصف يوجد في غرفة الصف مكونات غير الحية؟ الأدراج أحسنتم السبورة أحسنتم الباب رائعين طب ما هي المكونات الحية الموجودة داخل غرفة الصف؟ أحسنتم المعلمة الطلاب رائعين أنتم والآن أريد منكم أن تفتحوا دفتر العلوم وتكتبوا ما تعلمناه معا ولا تنسوا أن تكتبوا بخط جميل ومرتب وأيضا العنوان واليوم والتاريخ هيا وركزوا جيدا أحسنتم رائعين ترجمة نانسي قنقر